تزامنا مع الاحتفال بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك المعظم قليد الحكم ينظم معهد البحرين التنمية السياسية ندوة حوارية بعنوان مسيرة البناء والتقدم البحرين نموذجا وذلك يوم الاثنين المقبل بمشاركة معالي الشيخ خالد بن علي الخليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز وسعادة السيد نبيل بن يعقوب الحمر مستشار جلالة الملك المعظم لشؤون الأعلام وبهذه المناسبة أكد سعادة الدكتور علي بن محمد الرميحي رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية على ما تحمله هذه المناسبة من معانا وما تحظى به من اهتمام بفضل ما تحقق من مكتسبات وإنجازات تاريخية في ظل العهد الزاهر لجلالة الملك المعظم حيث شهدت مملكة البحرين خلال السنوات الخمس والعشرين الماضية نقلة نوعية في مختلف القطاعات وحققت إنجازات غير مسبوقة سياسية واقتصادية واجتماعية وأشار سعادته إلى أن هذه الندوة ستسهم في توثيق مسيرة البناء والتنمية في وطننا الغالي وتعريف الأجيال القادمة بأهمية هذه المرحلة من تاريخ الوطن وذلك انطلاقا من دور المعهد في تعزيز ونشر ثقافة الديمقراطية والعمل السياسي الوطني ترجمة نانسي قنقر